واجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنية اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيا زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرى للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية أكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضاياته التنفسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة لسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاع الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي